نعم أنا شاهدت المباراة وكنت سعيدا جدا بعد هدف رامي ربيعة في بداية المباراة وعرفت أن الأهل سيفوز بعدما تعادلوا في تونس عرفت حينها أنه فاز بالفعل لذا كنت سعيدا جدا وأبارك للعبين والجماهير والإدارة أيضا لازلت على تواصل مع بعض اللعبين بالطبع هم أشغولون كثيرا بسبب المباريات لكن من فترة الأخرى نترسل ونتكلم علي معلول صديق مقرب لي أتمنى له الشفاء العاجل وأعرف أنه رجل قوي جدا وأنه سيعود أفضل منذ قبل لديه الخبرة ويعرف ماذا عليه أن يفعل وكيف يعود لأفضل مستوياته أتمنى له الأفضل وأن يتعافى سريعا أود أن أقول لجماهير النادي الأهلي أن يظلوا على إيمانهم بالنادي وأن يحافظوا على دعم اللاعبين وأن يظلوا مؤمنين بهم وأقول لهم أنني أقدرهم كثيرا على الدعم الذي لقيته عندما كنت بالفريق وحينما غادرت وحتى الآن فهم لا زالوا يرسلونني ويتمنون لي الأفضل في مبارياتي وفي كل ما أفعله فأنا أقدر دعمهم كثيرا هذه هي كرة القدم إذا كان لدي فرصة فأود العودة لكن إذا لم تتح لي الفرصة فهذا ليس معناه أنها نهاية كرة القدم ففي كرة القدم نظل نتحرك فهي عبارة عن رحلة في النهاية أتمنى الأفضل لنفسي وللنادي الذي ألعب له نعم أنا سعيد بنفسي وسعيد أن بعد عامين من الإصابة قمت بالعودة ولم أعد ضعيفا بل عدت أفضل وأقوى لعبت خمسة مباريات حوالي مئة دقيقة تقريبا وأحرصت ثلاثة أهداف فأنا لم أكن أمزح حينها أنا سعيد بالفعل بنفسي ترجمة نانسي قنقر